مرحبا نحن في تاني حلقة من ممكن عم نحكي عن اليوم قانون استقلالية القضاء بانيين الحملة تبعنا كلها على مدمكان أساسيين استقلال القضاء وتغطية الصحية الشاملة بنعتبر انه هول المدمكان اذا وصلنا لن هيك بنطلع من كل الورطة اللي نحن فيها نستقبل اليوم دكتور ميريام مهنة من المفكرة القانونية يلي عملوا شغل فضيع على اقتراح قانون استقلالية القضاء أهلا وسهلا فيك بدي أعرف عنك شوي لحتى نعرف لأنه فكرة هيدا البودكاست انت بتعفي شو صار معنا يعني انه طلبوا منا ما بيل كتير بدي حزرك إذا بديك تعطي رأيك بالدولة المدنية بك تدفعي 25 أكتور دونك قررنا انه عنا ما بدي ساميه بلان للانتخابات بدي ساميه بلان لنرجع نبني هيدا البلد شو نظرتنا نحنا كتحالف وكشبابة وصبايا عم بيشتغلوا على هال إعادة ما بفزا شايفة هوني ورانا في المبدأ هو ريثنك ري دو ريينفنت ري دو يعني رجع فكر بكل شي رجع اخترع كل شي رجع عمول كل شي من الأساس وهيدا الوضع يلي نحنا فيه هلا بالبلد دونك الفكرة من هيدول البودكاست هو انه نجيب خبير يحكينا عن الوضع القائم وليش نحنا وصلنا لهون شو هنه عم بيكترحوا وإذا اكترحوا على السلطة القائمة شو كان ردة الفعل ووين بدنا نروح من هون تنحقق الاقتراحات يلي واهلا وسهلا فيك انت محامية وباحثة قانونية بالمفكرات القانونية انت دكتور ان دروة انترنشنال ولا موضع جنرال موضع جنرال من باري 2 وكمان بتحاضر بالسج بس لفاتني كمان اكتير في الازيز بالبايو تبعيك اني سهمتي بشكل رئيسي بتأسيس شي اسمه المرصد البرلماني بالمفكرة القانونية فيك تخبرينا شوي شو يعني المرصد البرلماني بعتايت كتير مهم هيدا لا تعرف ان شاء الله اذا انتو خبت شو ناترك اوكي صارنا تقريبا سنتين بالمفكرة أسسنا متل جهد لحتى نغطي كل شي بيصير بالبرلمان اكيد كل شي متوفر معلومات نعرفة ده في سرية دونك منغطي كل الجلسات منفنت كل الاقتراحات والمشاريع اللي بيكونوا وصلوا على الهيئة العامة منفرجة شو خطير الى اخره واطلقنا تقرير عن سنوات 2019-2020 كل شي عملته لهيئة العامة اللي جان الكتل والنوات كأولين يعني كتشريع دونك شو قطع وشو ما قطع كل شي وفاق كل شي متوفر في الندني بالستاتيستيكس وبالمضمون وهلأ انتظروا كمان تقريرين رح يطلعوا قبل الانتخابات يمكن اهم واحد هو عن كل الولاية تبع المجلس وبفتكر ان شاء الله باخر ايار او حزيران بينطلق الويب سايت تبع المرصد البلا مانا وين كل شخص كل مواطن فيه حيال لانون حيال لنيب حيال للجنة حيال لجلسة بيكليك يعرف كل شي صار بالتفصيل يقرأ كل شي الى اخير بتقليك شي انا كنت بلشت اعمل دفواري قبل ما انا توصلت مع مع الشركة يلي ركبت الالكترونيك بورد بقلب المجلس النواب ويلي بعده الى هلأ منه مستعمل ولفتني من يومين ثلاثة انه لما عم بحطوا كان جدول الاعمال كانوا حاطين التصويت الالكتروني يعني على جدول الاعمال انه موافقة على التصويت الالكتروني وبعتقد هايدي اول شغلة رح نطالب فيها انه بدنا كل شي يتوسق الالكترونيا انتا ما يصير فوت ناس جوا تحكي شي وبره تطلع تحكي شي تاني وبعدين يصير عنا وسيقه الالكترونية يعني كل قانون مين صوت عليه كيف صوت عليه وليش صوت عليه بهالطريقة هيدا الشي كتير 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 ضروري أسيد وبعتقد المرصد البرلماني طبعك يعني رح يكون خبر كتير سار لكل نواب العزوات والتهنية بالاعراس رح تلاحقوا مثلا كم عزا بيحضار كم العزوات بره بس كل الباقة الجدة الستاتيستيكس منشورة وفي بعض النواب بتخوف الستاتيستيكس طبعون بقى يعني بعتقد ما وصلنا لهون لو ما كانت الستاتيستيكس بتخوف طيب حطينا شوي بجو أخد كتير وقت الاقتراح طبعكم تحت هني يعني بفهم إنه ماي لما بيكونوا ماسكين سلطة مثل هالسلطة هيدا ما رح يفلتوها للناس ويخلوا المجتمع يصير عنده هيدا بس حطينا شوي بجو يعني أمتين قدمتوه بالالفين وتوانطعش بعتقد مية بالمية بأيول الالفين وتوانطعش وراح ضغرق وحيل على لجنة الإدارة والعدل يعني بتناشة أيلول الالفين وتوانطعش ومشي ووقف ووقف لحديث سبعتاش تشرين وأكيد متذكر كل شي صار إلى آخره لديسامبر الفين وتوانطعش لا بتقرر جنة الإدارة والعدل اللي بترقصها النايب جاج عدوان تحطوا على جدوى الأعمالة وتبلش تدرسوا مع أنه كان واعد أنه من أول الفين وتوانطعش أنه ستكون سنة استقلال قضاء بس بقي نايم هالأمين أخذتهم يعني أنا حسبت شوية بالنوع عم بحدي الهون أخذتهم أربعمية وسبعة وأربعين يوم تحطوا على جدوى الأعمال مية بالمية وبعد ما حطوه ألفوا لجنة فرعية بعشرة واحد ألفين وعشرين ودرسته بقيت هاللجنة تدرسه لحديث خمسة عشر أيار ألفين ووحدة وعشرين خلص باللجنة الفرعية تبع الإدارة والعدل رجع راح على لجنة إدارة والعدل درسته كل الصير ومعرفنا بوضوح خلينا أقول يعني ما طلع تقرير واضح وتصويت واضح لا نفهم أنه أقره ولكن فهمنا أنه أقر انتهى بلجنة إدارة والعدل بكانون الأول يعني بديسامبر ألفين وواحدة وعشرين يعني بيكون أخذ تلات سنين وثلات شهر من وقت ما أحيل للجنة لحدات ما أقرته وحطوا على جلسة شباط 2022 الماضي ولكن لم يقر ونحن سعيدين أنا ما أقر لأنه راح نحكي قديش فيه وصغرات لا نحلي ما أكر يعني بالنصحة الحالية خسير جدا طيب أنتو عاملين هيكي جرافيك أربع دقايق حلوين كتير بيفسر بطريقة كتير مبسطة للناس يعني الليلة بدنا نجرب إنه ما نزهي العالم بنقاش تقني قضائي بس أنت بتعرف اليوم إنه وكتير حكينا لما كنا عم نحضر إنه قديش مهم يعني ما في مجتمع قدر يوقف على إجريه ويتقدم بلا ما يكون عنده قضاء مستقل لأنه كل الثقة بالمجتمع وبالاقتصاد طبع هذا المجتمع هي ناتجة عن وجود قضاء مستقل طيب رح نشوف إذن هيدا الفيديو بيعاني اللبنانيين اليوم من كترة التدخلات بالقضاء وهيدا بيخلي القضاء يكون أقل انتجية وأقل عدالة وبتصير محسبته صعبة صرنا عم نعيش اليوم بثقافة التدخل بالقضاء بدل ثقافة استقلال القضاء لهالسبب أدم الائتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشففيته مشروع أنون لأصلاح القضاء شو فيها المشروع؟ أولا تعديل كيفية تشكيل مجلس القضاء الأعلى المجلس هو يلي بياخد الأرارات المتعلقة بتعيين الأضاط وبتطورهم المهنة بس هو اليوم مش مستقل لأنه نكون من عشر أضاط تماني منهم بتعينهم للحكومة على أساس طائفة واتنين بس بينتخبون الأضاط وبالتالي المجلس اليوم هو إيد للسياسة بقلب القضاء أكتر ما هو إيد للقضاء ضد السياسة فكرة المشروع أنه يصير عدد أعضاء المجلس عشرين تسع أضاط منتخبين بمثلوا الكل يعني الشباب والنساء كمان أربع أضاط حكميين من أصحاب المراكز العالية بالقضاء ثلاث أضاط بعينون المنتخبين والحكميين اثنين محامين استاذ من الجامعة اللبنانية واستاذ من جامعة خاصة بينتخبوا من مهنهم وهيك بيصير المجلس بمثل القضاء ومستقل أكتر ومنفتح على المجتمع وبيزيد المشروع من صلاحية المجلس كرمال يقدر يعين القضاء لوحده من دون تدخل الحكومة وهيك بيضمن استقلالية القضاء بطريقة أفضل ثانيا تعزيز الضمانات الشخصية للقاضي ما بيكفي المجلس يكون مستقل عن الحكومة لازم القاضي كمان يكون عنده ضمانات شخصية كافية بحسب المعايير الدولية لأستقلال القضاء وأهم الضمانات يلي مش موجودة حاليا وبيقترحها مشروع الأنون هي ما بدأ عدم نقل القاضي إلا برضاء وهيك ما فينا نشيل ملف من قاضي وما حدا بخاف يخسر مركزه بسبب التدخلات ما بدأ الدعوة للترشح للمراكز الشغرة وهيك بيصير القاضي عنده رأي بأي محكمة رح يشتغل فيها وبيصير في شففية أكتر بالتشكيلات ما بدأ المساواة بين القضاء من دون تمييز يعني كل القضاء بيقبضوا قد بعضهم وما بيفرق بيناتهم إلا الأقدمية وهيك بتوقف الإغراءات مثل التعيين بالليجين وبنات المنزين وغيرها حرية التعبير وإنشاء جمعيات للقضاء فما بيعود القاضي وحده وبيصير قادر يفضح التدخل بشغله حق القاضي بالاعتراض على أي قرار متعلق بمهنته وهيك بتخف إمكانية التمييز ضده وحصاً المشروع كمان قضاة النيابة العامية اللي بيمثله الحق العام حالياً بيتلقوها الأضاة أوامر شفهية من رؤساء من دون ضوابط وهيدا بيفتح مجال واسع للتدخلات المشروع بيقترح أن كل الأوامر تصير خطية ومعللة وتنحط بملف الدعوة لتعزيز الشفافية تالتاً تفعيل عمل القضاء هون كمان دخل المشروع إصلاحات ليأمن طاقات كافية وفعالة بالقضاء بيقترح المشروع مثلاً تنظيم مباراة سنوية للدخول لمعهد الدروس القضائية تقييم عمل المحاكم والأضاة دورياً الترخيص للأضاة بالتدريس حسب إنجاز عملهم بالمحاكم تكريس مبدأ الإنماء المتوازن بتوزيع الأضاة بين المناطق رابعاً تعزيز هيئة التفتيش القضائي هيدا الهيئة هي يلي بتحقق بالمخلافات بتحاسب الأضاة وبتحيلن على المجلس التأديبي وهي كمان اليوم مش مستقلة فهي بتشتغل تحت إشراف وزير العدل يلي بعين كل أعضاء وهيك بيكون فيه كتير محصوبية وحصنات ووحده القاضي يلي منه مدعوم بيتحاسب المشروع بيحول هيئة التفتيش لهيئة مستقلة رئيسة بتختاروا الحكومة من أصل ثلاث أسماء بيقترحوا المجلس القضاء أما بقية الأعضاء فبعينوا المجلس القضاء لا وحده من دون تدخل الحكومة وبالوقت نفسه بيضمن المشروع المحكم العادل لكل الأضاة وبيمنع طرد من القضاء من دون محكمة ولنضمن حقوق المتقاضين أنشأ المشروع مكتب داخل الهيئة بيستقبلوا وبيساعدوا وهيك بيقدموا الشكاوي مباشرة للهيئة من دون ما يشعروا بحاجة لتدخل السياسيين مشروع الأنون لأصلاح القضاء وهيك بيتطمن القاضي وبييتطمن المتقاضي أوكي شي يعني بنفس المستوى طبع كل شي في مجتمعات متحضرة إذا بدك بالسياسات القضائية طبعهم ركزتوا كتير على موضوع أنه في مجلس القضاء بس اللي هاي أول مرة عم نشوفها يعني أنه في هال مجموعة القضاء هالكومينوتة دو جوج ياللي كانت مهمة وركزتوا كتير علي بس رجع يعني متل ما فهمت شوية على فكرة صار قليلا عشرة أيام يعني تارك كل شيء دي بس عم بدرس الملف اللي عطيتين ايه لقينا انه يعني عطوكن التيتر بس لما بتفوتي بتغوسي جوا بتشوفي انه بعدنا وقفين محلنا واضعين هن بهاشتي يعني بكل الأوانين هادا اللي بيعملوه بيعطو قانون إصلاحة هيك في العنوان وجوا في كل مقطة وهلأ بنحكي واللي لفتني كمان إنه اللجنة الإدارة والعدل كل ال كل الأحزاب موجودة فيها كلهم يعني يعني بتعفي بالثورة هلأ كلهم يعني كلهم بالفعل كلهم يعني كلهم ومترقصة مسيو عدوان صحيح هي من أهم اللي جان وكلهم موجودين فيها وكلهم نشاركوا بالنقاش وإلى آخره وهذا كتير مهم نتركوا ببالنا وقته نسمع الوعود من الحزبين صح طبع العدالة الدولية وأنه ما منوثق بالقضاء اللبناني والعكس طبع أنه الخوانب الخارج وبدنا القضاء الاثنين للسيادة ما عملوا ولا شيء من تنحصن 2005 لليوم ولا شيء يذكر على القضاء أوكي طيب أنا حابب نخبر قدام كل الناس شو صار يعني هالمداولات اللي عملوها اللي رجعوا فيها هن بإذا بدي كونتر آفر اللي طلبتوا أنتو الوضع القائم فينا ناخد سكرين بليز الوضع القائم هلأ أنه في مجلس القضاء هو عشر أعضاء في ثماني منهم بتعينهم السلطة السياسية إذا بديك حسب تحاصص طائفة واثنين منتخبين منتخبين من مين من مجمل القضاء من بس قضاء محكمة التنميز هيدا المشكلة اليوم بالوضع يعني اللي هن كم قاضية أو قاضية اللي هن يمكن حسبنهم هن 9% من القضاء وبعد وضحنا أكتر لأنه في تحاصص طائفة في أعضاء غرف رؤسة غرف سوري بمحكمة التمييز ما قلون حق يترشحوا لأنه اليوم الوضع كيف عندك أنت ثماني بيعينوا بمرسيم يا حكميين يا بمرسوم تيكملوا الأعضاء وعندك هل اتنين اللي بينتخبوا بينتخبوا بس من أعضاء محكمة التمييز اللي هي أعلى محكمة وفيهم بس يصوتوا للرؤسة الغرف اللي هن عشرة بمحكمة التمييز سوى لما بترجع أنت للواقع بما أنه في تحاصص طائفة في عندك كذا فعليا التمثيل هو لنسبة زهيرة لنسبة بوية كتير يمكن واحد بالمية من القضاء هن فعليا مسلين بها العملية الانتخاب يلي هن كلهم أكيد مرضى عنهم أكيد طي يوصلوا يتعينوا رؤسة الغرف محكمة التمييز يعني هن مرضى عنهم فهيدا اليوم ما نصوف هيدا الجارانتي اللي هي أنه مجلس قضاء لازم يمسي للقضاء جيتوا أنتوا بالاقتراح تبعاكن قلتوا بدل ما يكون عندنا مجلس قضاء أعلى من عشر أعضاء بيصير عندنا مجلس قضاء من عشرين عضو وحتى فيهم نساء وفي من القضاء الشباب أكيد أكيد وهيدي السكرين لايف أوكي إذا بتفسري لنا شوي هول التسعة هن تسع قضاء منتخبين من الهيئة هيئة القضاء كلهم نصوفوا من كل القضاء هيدا كتير مهم لقلتون احنا اشتغلنا القانون بعد يعني كتبنا على بعد بحث أربع سنين اشتغلنا كل للجارانتية الدولية أفضل الممارسات إلى آخره وجينا نطبقه بواقع لبنان ما فينا ضغر نروح على مشان هيك اقترحنا عشرين تسعة منتخبين من كامل الفئات القضائية الدرجة الأولى الاستقناف والتمييز مش بس محكمة التمييز تونك هالتسعة فيه أكيد كمان أربع معينين حكما يعني هن لأنه بيشغلوا وظيفة مثلا رئيس هيئة التفتيج مثلا رئيس يدخلوا مباشرة لمجلس قضاء هالتسعة والأربع ينققوا ثلاث قضاء مش متل ما بيصير اليوم اللي هو التعيين بالمراسيم بمجلس الوزراء وفي عنا وهذا أكيد الإنوفيشن الأساسية عنا أربع أعضاء من غير القضاء يعني اتنين محامين أستاذ جامعية من جامعة لبنانية وأستاذ جامعية أو أستاذة جامعية من جامعة خاصة جامعة خاصة أوكي دونك اقتراح مختلف لا مش مختلف ومتطور جدا يعني إنه هيك صار في عنا هيئة تمثيلية بقلب هالمجلس اللي هو اللي هو إذا بدي هايدي يعني أنا بالنسبة لإلي القاضي أهم من رجل الدين يعني القاضي هو يلي عم بيحط هالمجتمع على سكة وعم بيقدر يمشيهم عنده أهم وظيفة أهم الوظائق هيدا هيدا الفرما اللي اقترحناه نحنا بيجاوب لشغلتان لضمنتان دولتان بما خاص استقلال القضاء أول شي إنه أغلبية الأعضاء القضاء يكونوا منتخبين وهيدا تحقق وتانيا وهيدا الانوفيشن إنه يدخل لمجلس القضاء أعضاء مش قضاء ليه لأنه مجلس القضاء ما أنه السلطة القضائية هو ضمانة لاستقلال القضاء وشوف عاملين حلقة نحنا عم نحكي من 17-18 كيف عنوان استقلال القضاء صار الأولوية للمجتمع هيدا بيدل إنه هم استقلال القضاء هو هم المجتمع كيف منترجم هالشي بإنه ندخل مواطنين مش قضاء ما أنه كوربوراسيون للوظيفة القضائية أبدا هو المحل اللي منحمة في استقلال القضاء وعبالي هيك أخبر شي كتير مهم إنه في كتير دول ما عنده مجلس قضاء أعلى لأنه الكولتور أو سقافة استقلال القضاء متطورة لدرجة إنه ما يحاجر لهيئة تضمن استقلال القضاء وفي دول تانية بعد سكاندال كتير كبير طال القضاء وهز السقة بالقضاء ومن ضمنه بلجيكا بعد القصة الشهيرة الملف الشهير طبعا يتروين تعذبوا أولاد وإلى آخره وكان فشل فعلا السيستام القضاء صار فيه مارش بلانش على أسرة اتأسس أوائل التسعينات مجلس قضاء ببلجيكا وبيضم نص أعضاءه من غير القضاء وترأسه كذا مرة أعضاء مش قضاء بس نعرف لوين فينا نروح وكيف لازم مقاربة استقلال غضاء تكون كثير مختلفة على اليوم مش شي بعيد شي بيعنينا ونحنا موجودين فيه ممثلين فيه منشارك فيه شي كثير مهم يعني كثير قريب لتطور المجتمع يعني اليوم أنا بعتاد اليوم أكبر مشكلة عنا إياها اليوم هي أنه الناس نحطت إيدا على أموالهم المصارف تصرفت بطرق كثير استنسبية ولو كان عنا استقلال قضاء مضبوط وعادل وكذا كانوا طبقوا النصوص يعني وعفكرة رح يكون عنا بودكاست كمان عن قانون النقد والتسليف يعني رح ناخد القانون وكيف عم نفند هون انه نقول وين صار كيف تصرفوا لما صار هيك ليش هول تصرفوا هيك هل كان قانوني مش قانوني كيف منحكم كيف ما طيب رجعوا رجعوا لكون كوميسيون عدوان على شو عملوا سكرين بليز دونك اجوا قالوا رح نسمح لكون ما منقبل بالعشرين ما هيك قالوا ما منقبل بعشرين عدو انه كتير كبير وهيدا اللي وصلنا نحنا ما كنا موجودين بس قلوا كتير كتار ومعقدوا الاخرية نحنا حطينا العشرين تنسمح بهال ميكانيز كوريكتار رجعوا هنه عشرة وعطيونا بالمبدأ مبدأ الانتخاب انه سبعة من أصل عشرة منتخبين وهيدا شي جيد لانه بيحترم منتخبين من مين هيدا هي المشكلة انه ما رح نفوت بتقنيات هلأ بالنظام الانتخاب اللي اعتمدوا ولكن كل فئة من القضاء تنتخي بقضاء وهيدا كتير بيزغغير من عملية التمثيل لانه بيصير عنا بنرجع المشكلة اللي كنا عم نقولها انه مثلا قضاء محكمة التمييز هنه الاعلى القضاء بالييرارشي واللي اليوم هنه المرضى عنهم هنه رح يصاب هنه يقنهم هيدا فينا نعتبر انه هيدا مش انتخاب للقضاء للعنصر الشبابة الى اخير المشكلة التانية هي الحكميين هي الحكميين نحنا كنا عاملين سيستام ترشح حتى لو الحكومة بتسميهم بمرسوم ولكن هي ملزمة تختار من ضمن ثلاث أسامة رفعها لى مجلس قضاء الاعلى كل صلاحية مجلس قضاء ضمان انه هو يوصل الحكميين نصفه ثالثا شالوا الشباب الشباب دون الاربع درجات والشابات العنصر الشبابة ما بيقدر ينتخيب ما بيقدر يترشح عفوا المشكلة بعد انه اعضاء يعني بس رئيس محكمة الدرجة الاولى بيقدر يترشح الاعضاء رجعوا عاملوا تمييز بين الرئيس والمستشارين وهذا مش موجود المحكمة هي بالتساوي بين الثلاث اعضاء ما في رئيس وهوليك ما في سلطة تسلسلية هيدا الشي كتير اساسي بالقضاء دونك نحنا وصلنا بالاستنتاج انه حتى لوعطونا مبدأ الانتخاب بعد السلطة التنفيذية عندها تأثير مباشر او غير مباشر على سبعة اثر حاسن خلينا نقول على سبعة يعني يعملوا بطريقة انه الكانديدان هيدولي بيوصل كمان نسفوا كل مبدأ انه هيئة التفتيش وهيئة تقييم عمل المحاكم تكون كمان ضمن هال السيستام المدير اذا بديك وعملوا كمان انه خلوا هالسلطة التنفيذية تبع هيئة التفتيش وهيئة تقييم تحت سلطتهم شو تأثيرها ليش ليش خافوا انه هيدول يصيروا مستقلين كمان هيدا كتير خطير يعني هيئة التفتيش القضائي هي عندها اهم دور ونحنا بالقانون اللي اقترحنا بالاقتراح اللي اشتغلت عليه المفكرة كانت يعني هيئة التفتيش عطيناها دور يقيم المحاكم باوبتيك يحفز الشغل وهيدا رحنا اخدناها اذا بدك على المودال الاسباني وانهاي التفتيش ما خصة بالتأديب هي هون لتدعم القضاة والمحاكم تشتغل احسن واسرع مية بالمية ونحنا طورنا هيدا الشيء كتير رجعوا ردوها هيئة بس بتعمل التفتيش يعني باوبتيك عقبية للقضاة ما فيا اوبتيك نحنا حت كون نحنا بدنا نطور هالمرفق الى اخيرية وتركوها كل اعضاء بتعينوا السلطة التنفيذية بمجسوم وتركوها تحت اشراف وزارة العدل وكذا شيء كتير خطير لانه الهيئة بالاخر رح تحرك ملفات التأديب على القضاة هي تحت السلطة التنفيذية ونعرف شو يعني هالشيء كخطر على استقلال القاضي اوكي وتركوا كمان معهد الدروس القضاة القضاة يلي هو يعني يلي هو انو عنا هالمنبع هيدا يلي بدون يجو هالكودات عليه وهن يتمرسوا هوني كمان مخليينو تحت هيدا وبعتقد شوية هن بعينو كل وعواصولون ايها انو صار بدكن تدرسوا اكدر وهيك اشياء فسريلنا شوية يعني الدخول للقضاء كان هو من المحلات الكتير خطرة اللي نصفوها ونحنا كنا مفاكرين بسيستام يعزز اهم شي الموضوعية والمسوات يعني انا اللي بدو يجي يمارس هالوظيفة القضائية اللي انت ذكرت قد مهمة خصوصة اليوم بقدر انا بطرق جدا شفافة وبمساوات هن كرسوا دخول اولا في مباراة في مقابلة شفاهية يعني بيجي وجه ماكشوف انترفيو ونحنا وسقنا على عشرة اخر عشر سنين كيف كانوا الممارسات بيسألوا الكانديداء وين كانوا صفراتك بيطلبوا اوراق امنية الى اخير يعني ما الاعلاقة بالموضوعية والى اخير وفينا نشوف فيها كمان نوع من التمييز الاجتماعي اذا فينا اقول دونك هيدا الشي كنا اشتغلنا عليه طبعا ما بقى كان فيه انترفيو بالاول شفاهية كان فيه بس فحص شفاهية وفيه نسبة صغيرة من العالمة هنرجع على الوقت المهم انه هن بيعينوا كمان كل اعضاء المعهد وهيدا مشكلة متل ما عم بتقول لانه الفرماسيون طبعا القضاطية من اهم الامور شو عم نقول له للقاضي شو بده يكون دوره ونحنا هيدا كتير حلو باول القانون اللي طارحينه عرفنا استقلال القضاء وهدفه هدفه تعطينا قادة مستقل يمارس وظيفته شو هي وظيفة القاضي بكل الديمقراطيات الحديثة صون الحريات والحقوق الاساسية انا كيف بده قاضي يحامل حقوق الحريات عم نشوف وهو هو حقوقه مش قادر يحصل علي او حقوقه مش قادر يحصل علي طيب بعدين رجعوا شوية يعني شفت بالنص شو عاملين تحتى يجوفوا هالاقتراح في اشياء كتير هيك اول شي غريبة عجيبة يعني انه قالوا لكم اوكي ما فينا ما مننقل القاضي الا برادة بس رجعوا حطو لكم علي متل بس بالتشكيلات فينا ما نطبق هالمرضة ما كانو عطيونا العنوان وهذا كنت عم قوله انو هن عطيونا الفطفاد العنوان وجوه بالفعل ما كرسوا الضماني هلأ نحنا هلأ عم نحكي وهذا شي كتير مهم عن الضمانات لازم ترتبط بالقاضي مش بالهيئات حكينا كتير مهم المؤسسات القضائية الهيئات القضائية تكون مستقلة ولكن بعد اهم لقلنا القاضي هو وعم يحكم يكون عندو كل هالضمانات تيحكم هو وحر من الابتزاز التهديد وحتى الترغيب دونك التدخل بيصير لانو هالقاضي ما عندو ولا اي ضماني متل ما هو الحال اليوم فنحنا طرحنا انو اهم شي يرتبط بهالقاضي اول شي مبدأ خليني اقولها بطريقة كتير هاينا ما فينا شي القاضي من مركزه هايدي موجودة وين ما كان اكيد من نظمة انو بيصير في التحفيز بعد كم سنة انو يغير ما بيقدر يترقى الى بعض المراكز اذا ما برم كفاية الى اخير هايدي غير موضوع بس ما بيقدر شيله ليه لانو نحنا منعرف قديش استعمل هيدا الشي بالتشكيلات لا يهددوا قضاء لا بالعكس يرغبون الى اخير كل قضاء النيابات العامة ما بيتعينوا اذا ما بيروحوا بقدوا زيارة الطاعة للزعيم بنذكر مثلا بقاضي كان جان أزي مية بالمية كان قاضي منفرد عامل اجتهاد كتير مهم بمسألة منح المرأة تعطل جنسية لعائلتها بالتشكيلات البعضة طيارو انفات حطو بمحكمة التمييز كمستشار ونحنا بيقولوا القضاء هلا اكيد في اعتراض البعض عشان هي مقبرة الاجتهاد يعني هيك بمنع القاضي يكون هيدا الامر شو عملو اجو قالو اوكي ما في متل ما قالت ممنوع نشيل القاضي ولكن بالتشكيلات فينا نشيلو ما بقلا معنا اوكي الشي تاني عملو عملو سيستام كتير معقد جدا 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 لتقدر انت تترشح على مركز لأن احنا هيدا اللي كان بدنا ايه وهيدا اللي سعينا لقلو انو القاضي هو بيترشح بيقول ليش هو الكانديدات الافضل لهالمركز دونك بيقدم سيفي تابعو بيقدم كافياتو وانا لازم كون هون عملو سيرين الشروط التعجيزية وحطو هيك جملة بالاخر اذا ما تلاقي كانديدات كفاية يترشحو نحنا من صار تعجيز الامر دونك اكيد رح يصير وحن رح يضيحو القاضي خبريني شوي لانو هيدا كمان كتير فاسيعة هي كودات المهمة مية بالمية اذا فينا نعطي مثلا كمان حسي شو يعني اختراع مش موجود اليوم اليوم كل عادي بعينه بمركز عادي منفرد بعبدا بالقضايا المدنية رئيس محكمة استقناف جبل لبنان الى اخير عملوا خلقوا شي اسموا قضايا المهمة يعني مثل سبار مثل هيك قضايا غب الطلب غب الطلب دونك هيدا التساؤل كتير كبير شو وظيفة هيدا هيدا رح يستخدم انه اذا تنح قاضي بالدعوة ولا يعني اذا لحوا عليه ولا هو ولا الى اخير هي يقدروا يبعثوا القاضل بالدنيا عالوظيفة بالدنيا هيدا كتير خطير لك قريبة شوي من الكا اللي عملوه مع مزهر لما اجا فات وحطحاله هو هو حطحاله ما كان في حطة ناس بس ايه يعني هيدا كتير بخوف اذا ما كان او كادره مثل ما لازم نحنا منعرف فيه اهم شي باستقلال القضاء انه تكون المحكمة منشأة قبل يعني انت تروح قدام بمساوية مع حيا المواطن بنفس البروستير بنفس القانون هيدا مبدأ القادة الطبيعية مش يخلقو لك محكمة بعدين سور مزور للاهداف المحددة هلا قضاء المهمة ما بتروح لهون بس خطرة بكولتور لمينية مبدأ مبين بوضع استقلال القضاء بلبنان مبدأ صراحة جدا بيخوف انه دايما في مرجعية زعامتية هي عندها المخشي انه يصير في نتيجة التعلينات بسبع اعضاء هني عندهم كنترول عليه وبيقدروا التشكيلة تقطع به اذا ما ما توافق وزار العدل وزير العدل مع مجلس القضاء متل ما هو اليوم مجلس قضاء بده سبعة من عشرة من اعضاؤه مجلس 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 هيدا يعني انه بكفر اربعة يمسكون ومنعطي المشاريع التشكيلات ومنعرف شو ثار خير كمس بالاقتراح طبعكم اوليتوا اهمية كتير كبرى يعني للجسم القضاء للقاضي او القاضية للويل بيينج طبعهم اذا بدي يعني يكونوا مرتحين بسان بارف كنتو انا وعن بعمل روشير شوي مثلا انو القاضي بانجليترا بتاعف انو القاضي بانجليترا بياخد شو ما بده ما عنده ما عاش فيكسي هدا ما بفدش بدنا تنوصل هون بس انو تصوري انو لا يمنعون انو يعيزوا شي ما يضطر ويرتش او شي هدا انو عندك البيت عندك سيارتك ووليدك باحسن جامعات مانا خيب عشي شي خروقتك مضمونة طبابتك محصورة انتو كنتو عاملين كل ها كل ها الستركتور هايدي للجسم القضائي رجعوا هن بال كونتر آفر تبعون شو عملو لكم بال صحيح نحنا عام نقول انو الضمانات المالية للقاضي هي كتير مهمة وهيدا كل شرعات استقلال القضاء الدولية بتقولها الاستقلالية المادية هي عنصر من عناصر الاستقلال حتى ما ابتز القاضي ومنعرف اخر كم سنة كل شوي بمشاريع الموازنات في ضرب لصندوق تعاضد القضاء اللي هم نعرف قديش هو كان هال الاجتماعي كان فيه وقديش نطرح المساس فيه يعني بس قرروا يتأشفوا هيدا المحل يضربوا فيه بعد انو في مئة صندوق ما معرف شو بيعمل ومئة الى اخرى دونك وشي كتير مهم تانى انو نحنا كنا قايلين ممنوع القاضي غير فيه مساواة لازم يكون بالحقوق المادية ممنوع انا قاضي يتقاضى اشياء زيادة لانو بعينو باليجان والآخرية والآخرية بشكل انو بيصير فيه فرق بالرواتب مهول بين القضاء المرضى عليون عندو عشر لجان وعشر للمعاش طبعه وقاضي معترهم في قصة مهم هك بالانترو نعملون تحضيرا للآنون قابلنا العديد من القضاء والعديد من العاملين بالمهن القضائية وإلى آخرية وفي قاضي بيقلنا انو ابنه اجا قال له بابا ليش ما بتشتغل انت منيح قال له ليش حبيبا انا كتير بتشتغل منيح قال له لانو فلان صديق بايه قاضي وليك بيته وليك سيارته وليك نحنا دونك في فرق كتير كبير نحنا ضبطنا جدا بالاقتراح هيدا طار دونك كل الممنوع القاضي يتقاضى من لجان أخرى في حقوق مش بس مادية في الحقوق والحريات الأساسية الحق انو القاضي يعبر الحق انو القاضي يأسي الجامعية هاي المتعارف عليها وين ما كان نحنا بعضنا بوضع ما عندو النقابة مثل المحامين والأطب في ببعض بفرنسا فيهم يشكلون نقابات يسمحون يعملون النقابة بس على الأكيد جامعية جامعية لا الدفاع عن حقوق لا الدفاع عن اسألة القضاء بيقولوا الشراعات الدولية انو هيدا شيء أساسي مثل هن مثل كل المواطنين بس بحالتون هي أساسية تايدافة عن حاله نعم نشوف نادي القضاء يلي عنا يعني بدأس عليك انو عنا هلا متل نوات هلا يلي هو نادي القضاء يلي هي عم تلعب هل نادي القضاء شفنا شو لعيب شو لستاتو لغال تابعو هلا هن هن فاضعين لأنو انتزعوا حق وجودون تاكيد بعد ترهيب عم نحكي دراسات المفاكرة رجعت للستينات قديش هيدا الحق يعني كل مرة تخلق جامعية قضائية يرجعوا يرتدوا عليها ويكسروها نادي القضاء بي هل معنى ونحنا محظوظين انو حققه ميت قادة يعني عم نحكي بمعرض المساس بحقوقهم بس دايما هن قالوا الاساس لقلنا هي معركة استقلاء القضاء وقانون استقلاء القضاء وبلشوا لحسن خزنا بال2018 ومشن هيك هن بعد 17 60 كانوا الاوائي يمكن اخدوا هالموائي كتير اوائي هذا شيء كتير مهم القانون بيقلنا قلهم الحق القضاء يعبروا ويخلقوا جامعية ولكن فيما لا يتعارض مع مجلس قضاء العالم يعني ما بدون يجيبه شيء وهذا شوف اليوم اليوم لو عم نحق نطبي قانون لجنة الصيغة لجنة الإدارة والعادل منسكيتنا ما فيه يحكي بالامور اللي عم بيحكي فيها مجلس قضاء ونشوف قد خطير في شيء كتير أساسي خطير اليوم بالماد بالقانون اللي هو العزل فيه مادة بتقول أنا إذا القاضي غير أهل عديم الأهلية بعزله وما بقل له ليش لا يعرفوا بكل الدول عدم الأهلية هي صحية أكيد إذا فيه أسباب صحية يشيله من الفونكشون وإلا ممنوع شيله من الفونكشون هاي هي الدمانة إنه يبقى تعطيل حرية إنه يحكم بين مصالح الأقوى والضعيف هو ومرتاح وتركوله إياها إنه تركوله إياها ما بيفسروله إياها وما بيخلوه يدافع عنها أبدا يعني كمان هون الطعم الكبرى مئة بالمئة لأنه سي مثل هو إنه شلناك وما فيك تحكي مثل هو بايباس إذا فينا أقول للتقديب اللي هو مفروض يكون فيه حق دفاع وحق بطعن وطويل عريض هذا جيد والتقديب أصلا كيف تركوه هو خطير جدا يعني الخطأ هو فطفاض فيه كلاحة وعشو مكان ما فيه تناسب يعني فيه وهي ده صارت عنا قضاء حكموا بمرفات برشوة 3 مليون دولار شو أجي تلعوه بالتقديبية إنشللهم درجتان من الترق وفيه قضاء عاملين شي يمكن بحياتهم الخاصة مش عاجب حسوه هددوهن بالمادة 95 واستقالوا دونك هيدا الاستنسبية بالتعاطي نحنا كنا ضابطينا كنا عاملين تعريف كتير واضح للأخطاء التقديبية وحاطين مبدأ التناسب ممنوع أعطي سانكشون كتير خفيفة لشي كتير خطير والعكس طيب وآخر شي موضوع الدخول إلى وهون إذا بتقري شوية بين الأسطر يعني حتى بدون يعملوا كنترول على التيب الناس يلي بدأت تفوت على معهد الدروس مية بالمية وهيدا القلمية خطورة المقابلة الشفاهية الوجه المكشوف منا موضوعية خطورة تحط نقطة كتير عالية لالإكزامان لأن الإكزامان الخط الاختبار الخط هو الضمان الموضوعية إذا فينا أقول وفينا نكملها باختبارات شفاهية أكيد لأنه بدنا نشوف هالقاض كيف بيمارس التعبير عن فكرته إلى آخره ولكن مش بالنسبة عالية وصلت إلى 30% يمكن آخر كم سنة ونحنا فرجينا كيف هذا الشي كان قدرت استخدام دي دخول ضرب المباراة الموضوعية كتير خطر في شي تاني كتير خطر أنه أنا بجي مع هالسيستام الجديد والسنة التحضيرية وبعدين بعمل امتحان طولولوا لونيها تقريبا شي خمسة سنين بينما فينا يجيب من مهن مجهدين القضائيين أو محامين يعملوا دور مباراة ستة شهر بيصيروا 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 هيدا معرؤ أكيد بكل الدول في أنا دخل على وظيفة القضائية مش بس ناس جايين من المعهد في يقول أنا بدي ناس عندهم خبرة لأنه الخبرة المهنية كتير مهمة بتاع هي هي سروة بالحكم بس كيف عللوة كيف عللوة إنه إذا بدكم تعمل قاضي بدك تبلش وبدك خمس سنين بس أنا بس أنا بكرة بجي بجي بجيب لك بالبراشوت واحد بحطه ستة شهر بالمعهد مع عللوة وهيدا كتير خطير إذا منفكر بشغلتين أول شي قديش اليوم مع الانهيار وانهيار رويتي في قضاء تعم يتركوا للأسف وما عم نعمل شي لحتى نخافز على الكفاءات البشرية هيدا الخطر إنه روح أنا استبدلون بخط عسكرية بناس بأي طريقة الشي التاني إنه استخدم عادة التعيين بهيدا الطريقة والتعيين بالدكتوراه يعني وقت أنا ما بفوت بامتحان عادي استخدم ليعمل توازن طائفة وجندرة يعني وقتا بينجحوا النساء أكتر بالامتحان بيروحوا بيعملوا مثلا من الدكتوراه أو من خارج الوظيفة كيف بتسائب بيجو بيجو درسنا نحنا درسنا بالتفصيل نحنا ما منحض دير بيّن التريند بيّن درسنا أربع تشكيلات إذا بدك وكل مرسيم الدخول للوظيفة القضائية وبيّن هيدا التريند تريبيا تنختم وين نحنا وأنا شو بدك مني تنقول نتخبوني نايم أنا بالنسبة لإلي أول معركة هي معركة التصويت الإلكتروني تا ما بقى حدا يفنس عن الناس يفوتوا جوا يحكوا شي يعملوا شي ويصير عنا تراك راكورد لكل واحد شو عمل وشو صوت وكذا وهيدا الاقتراح بالفعل أنا مهندس بس أنه صار إلي عشرة أيام فاسيني أنه شو رح بتكون تأثير يكون عنا قضاء مستقل يعني إحنا بكرة قدمين على وقت بدنا نرجع نكون المصارف تبعنا أي مصرف أجنبي اليوم رح يكون عنده واحد بالمية سيئة يجي على هيك جانج لاند إذا بديك أي شركة أجنبية بدنا بكرة بدنا كهرباء ما بدنا نطلب من حدا نيجي تنقول لخيتي بدنا عتمد بي أو تي أي شركة أجنبية يوم رح تجي تحط تستسمر تتعطينا كهرباء وعارفة إنه أي اللي تيج بيصير بكرة بدنا نفوت على هل شو اسمه دونك هيدا الاقتراح دايلي حبيكون من القوانين الأساسية يلي بدنا بدنا نحارب كرمالها لأنه واضح كتير من الطريقة يلي عم بيتعاطوا فيها إنه حسوا بالسخن طبع شو بتسحب من إيدون بريفيلاج من إنهم يديروا هيدا أنت وصلتوا هلا أنتوا وياهون أول شي بدي منك تخبرينينا كمان لأنه قريد كذا محال إنه ما كانوا يقبلوا إنه تكون المداولات باللجنة علنية صح وطلبوا منكم اجتماع نحنا دعينا من قبل رئيس اللجنة جارج عدوان لنحضر جلسات نيقاش تبع القانون ودرس القانون بلجنة إدارة والعادل على فكرة اليوم شفت على الطريق بيلبورد للحزب تبعه بيقول إنه هن فيهم يحرروا الدولة بس ما بفزا عندهم هلأ في واحد فيهم يحرروا القضاء اللجنة اللجنة يحرر لجنته لأنه نظام الداخل بيعطي الحق لرئيس اللجنة يجعلها عامة ما هيك يجعل مداولات فيها عنه نحنا دعينا لناله سبعتاش تشرين المطلب الأساسي للعالم كان استقلال القضاء وهذا الثورة بحد ذاتها نحنا بقينا عشر سنين نشتغل على القضاء نروح نعمل محاضرات فيها خمسة أشخاص هنا ذاتهم اللي صار أكد لك بعتاد يعني اللي عم بيسمعوا الليلة ما أنه نكتار لأنه شوي السوجات ناشف بس السوجات كتير مهم ونحنا أنا هاي الحلقة خصوصي عم بعملها للتكنيشيان يعني للناس اللي هن بالفيلد القانوني نعمي البلاج لقالون أنه نحنا رح من قاتل بكل قوتنا أنه نقدر نوصل هيدا أكيد الأنون تقني الموضوع تقني بس كتير مهم بس اللي صار عنجت فعلا فعلا مع سبعتاش تشرين وين ما كان المطلب كان استقلال القضاء عشرات المحاضرات عمليت كذا هيدا ما كنا شايفينها قبل بها الجو قلنا له أول شي ما منحضر نحنا إذا بدنا نكون شاهد دور لأنه شو عن بيقول ما كان نيد القضاء ما كانت وزارة العدل ما كان مجلس القضاء طيب كانوا شو كانت شروط الاستماع لقلون قلوا لنا شو أخدتم من أفكارهم شو لا تم يتحاسبوا على هيدا النص نحنا هيدا اللي قلنا له نحنا ما منكون شاهد دور نحنا منحضر إذا بتجعل هاللجنة علنية علنية لأنه بيقدر يأولكم شو ما بدهم مية بالمية فيه يعطينا نكون غطب نكون شاهد دور نحما كانوا المفكرة وهيدا الانون لماذا هل يأخذوه؟ وهو يقول هل يلعب كارت أنه نحنا نأخر القانون نحنا وقته عدت أنت كم يوم أخذ من وقت ما نحط وحيل 1044 من الموسقين يعني من بعد 15 أيار الـ 21 كفة العداد أكيد إلى ثلاث سنين وكذا ثلاث سنين وسبعة شهر ويجعلون ثلاث سنين لليوم صار إلى ثلاث سنين وسبعة شهر نحنا نقول الذي يتأخر كل هذا التأخير لا نريد أن يلعب كارت السرعة ويصير لنا قانون مثل ما حصل لنا قانون الرفع السرية المصرفية وشوفنا كيف تظلعوه ومنحنا نراد إلى آخره نحنا نقول هذا القانون بالصيغة الحالية مرفوض هذا ليس قانون استقلال القضاء هيدا عندو العنوان عندو هيك الكوكي فيد العنوين الكبيرة وتجوف من جوه وهيدا نحنا عم نقوله تلف القضاء عم بيقوله أكتريت ما في حدا جهة مهتمة ما عم بتقول أنه القضاء مجلس القضاء نادي القضاء يروح يسأل شو بنا نعمل انتو ترحتو أنو تعرضو على الكوميشن دفنيس فسريلنا شوية شو الكوميشن دفنيس اللي حبي بيعرف شوية وكيف ادرا تساعدنا الكوميشن دفنيس بالبت بهال بهال نحنا بإمباس ما هيك مية بالمية هالا الخطورة والضغط لازم يصير لحتى يتحسن الناس ومأبدا ما يقرب الصيغة الحالية ونحنا قلنا كاقتلاف يعني المفكرة وكان موقف اقتلاف استقلال القضاء نحنا منقول خلي جهة موضوعية خارجية موحايدة ايهم هالناس نظران لا دمانات السلال قضاء الدولي وهيال كوميشن دفنيس بارك جو فتول كون بي سيئد والحرية والستقلال سيئد هيته ما قلناه كوميشن دفنيز سيئد keinen قليل نحنا كنقشا غير حكومية لكن لازم جهة حكومية مسؤولة من الدولة تطلبي منا تقييم الانزيمة تعبع أو النصوص القوانين التي تقرت عليهم إذا بطلق إل ostrنا الدموكراتي وما يعني وزارة العدل بادة تعبع وهذا اللي عملته وزيرة العدل السابق أمريكي من آخر الأشياء عملتها قبل ما تغيدي بعثتها للكميشيون عملت الطلب عملت الطلب واليوم بوه هونيك القانون والشي التاني أن وزيرة العدل الحالي كمان تابع بهالمسال لأنه كان فيه خطر إنه ما إذا ما كفى ونحن نعرف إنه الكوميشيون مستعدة تبلش تدرس هيدا الشي ويمكن بدأت دونك خليني هيدا اتقفت على آخر وضع بس على الأكيد إنه هيدا الشي صارت عندهم دونك أول شي عنا جهة محايدة خليني أقول كوميشيون ديفونيز هي اللي رجعت مثلا درسيت أوينين القضاء والسلطة القضائية التونسية بعد الثورة وإلى آخر دونك هيدا خطوة كتير أساسية يندغط إنه النص الحالي يتعدل وممكن لأنه شغل معمول كل الدراسات معمولة نحن حتى قبل ما يخلص إقرار مع لجنة إدارة والعدل وبعد ما نحن رفضنا نحضر نطلب لما طلعت الصيغة بخمسة عشر يرتب على الفرعية وكانت كارثية عملنا سبعين صفحة مفنة دي من ملاحظاتنا كمفكرة وكأتلاف وأرسلناها ونشرناها وطلب على أسرة منا رئيس لجنة إدارة والعدل اجتماعه وفصرنا له إياهن وشو اللي مهم وإلى آخره وشو اللي شو اللي لا يمكن التنازل عنه لأنه بكل بساطة في معيار هو المعايير الدولية نحن مش عنا نمي السيجيل بالهواء في инструмент دو مزور هيدا خلينا نركن يعني نلجأ لألو وهيدا اللي قلنا ما تاخد تقريبا بي ولا شيء يمكن في شغلة وحدة حسنية النية بالعامة يعني نظمو كيف بتعطي تعليمات تعرف انت نوم نية بالعام بيعطي تعليمات ورعال مش آنونية شفاهية هيدا أخدو باللي كدنا خطيح وبدو عللها كمان 100% صار لزنكون آنونية كيتابية معللة اوكي دونك هلأ منفهم بالختام انو الاقتراح راح على الكوميسيون دونيز حتى الوزير العدل الحالي هلأ مأيد هالمسار مأيد هالمسار اوكي دونك لحنا هلأ اذا بدنا نتفش لشي تايسير هيدا شو لازم نعمل لازم ننتخل ننتخل هالتقرير اللي مرح يتأخل اللي مرح يتأخل انو هنه عارفين يعني هيدا الاجواء اذا فينا اقول انو الكوميسيون دونيز عارفة انو هو على نار قوي على نار حامية دونك لازم ننتظر هيدا المسار ما بدنا نسلق هلأ اخر ربع ساعة لانو اذا طلع القانون بالصيغة الحالية في قضاء كتير قالونا منفضل الحالة منفضل يبقى الوضع مثل ما هو اليوم بالنصوص افضل بمئة مرة من انو نتبنى هيدا التعديل دونك المهم هلأ نوقف حجة الوقت اللي ضيع كلها يعني عم نحكي اشهر اوكي هيدا اول شي ينعمل الشغل بالارتكان للمعايير الدولية الموضوعية ولها الرأي اللي طلبنا منها الهيئة خلينا ننطب شو بده يطلع وياخده فيه يعني يصير تعديل بلجنة الإدارة والعدل هلأ انشاء الله بيكون اجا مجلس النيابة جديد وبتكون هيدا معركة تنحمل انو بالليجان يتغير هالشي مع الامور الثانية اللي كنت عم بتقولها يعني يصير فيه شفافية بعمل هالبرلومات اناعرف بقلب هالليجان مين معه ومين ضده وليه مية بالمية اذا ما لا يعني اذا ما كان قداء مستقل كل الشغل اللي عم نعملو ما قلو قيمة ما قلو قيمة بقدروا ينسفوه ساعة اللي بدون مريم مهنة مفكرة القانونية مع كمانا صديقنا المناضل للحقوقي نزار صغية والستاف طبعاكم كلهم بشكرك كتير اول شي بشكركم كتير على شغلكون يعني انا بعتبي حالي مناضل بيئي ودايما بتطلع على شو بتاعملوا انتم وبقرأ كتير وعفكرة ان احنا شغلين عمالف سوا اذا بتتذكري اللي هو قانون النفايات مرسي كتير على حضورك مرسي كتير لالي بعضهم عم يسمعونا ما بدي اعتذر انه المادة جافة شوي المادة كتير مهمة بعرف ما رح يكون عندها صدى مع شريحة كبيرة من الجمهور بس شغلتنا مش انا من ناسي موقع اسمار شغلتنا انه نبلش نفكر نبني اسس لبلد عم نحلم فيه بيشبهنا كلنا مثل ما قلنا الركيز الاولي هي قضاء مستقل الحلقة القادمة على موضوع الانتخابات والكمباني طبع ممكن هو التغطية الصحية الشاملة هل رح نقدر نعمل تغطية صحية الشاملة رح يكون كمان معنا ضيف خبير عتيق بهايدي المجال وعفكرة ما رح نترك الفيديوهات هولي بس لطوال هولي لطوال رح نخليهم متل ما هني للناس التقنيين يلي حابين يسمعو ويشوفو وين النظر الرايحة بس كمان هني زيتون رح نقصرون كتير ونعمل تقريبا تلات اربعة دقايق يلي هو ريزيومي تحت يلي لازم كلنا نعرف قديش مهم ويمكن بكرة نطلب من العالم يمكن بكرة نضطر ندعم هيدا الاقتراح وننزل عالشارع ونوقف كل شي لكننا مشينا فيه تا كان عنا قضاء مستقل بقى خلوكن معنا وبشكر استماعكن وتصبحوا على خير عنا لايف جو لايف ستاي لايف في عنا عادة رح منبلشها ببودكاست ممكن كل ضيف انت بتنتخبي ببيروت شي تريفيا ما فينا يقولوا ان هاي رشوة انتخابية بحب قدملك تريسايكلد واين كراف هي ما معشو بول واين كراف بالعربية بس انه حاوية نبيذ اذا بديك تمام خليلا من الاختار دايما دايما يفرح قلب الانسان وهيدي عفكرة هيدي من ازاز انفجار بيروت اوكي بسطلة كتير تكوني اول ضيفة عم تستلمي هيدا وكل ضيف رح يجي رح نعطيه كدو من نسبة لتنا كمينا مرسي كتير وتصبعوا على خير اشتركوا في القناة